خد بالك أنه التنسئية، دكتور هاني ذكر الحتة دي بقى التنسئية ما هماش الأكبر عدداً بالمناسبة داخل المجلسين سواء إذا كان النواب أو الشيوخ بل بالعكس التنسئية عددها عدد النواب الممثلين وليل ما هواش كبير طبعاً ناهينا على أننا من الناس اللي مبسوطة أن هما بيعودوا ناحيتنا يعني في اليسار في الشمال طبعاً ده بالنسبة لي ساعات الدنيا والآخر هل هذا يعني أنه التنسئية يعني حركة يسارية؟ لا بل بالعكس زي ما قال دكتور هاني هو جزء كبير جداً من قوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنه هم متعددي الأفكار، متعددي الخلفية الفكرية وده برضو اللي تكلم فيه أحمد الشرقاوي أنه هذه التعددية في المنابع الفكرية قدرت أنها تخلق أليات جديدة للعمل السياسي وقدرت أنها تخلق طرح جديد ومختلف لكيفية التعاطي السياسي ده مش بس كده، قدرت أنها تخلق بشكل أكثر تأثيراً أو بشكل أكثر فاعلية تأثير أقوى في العمل البرلماني لأنه هم بيعودوا طول الوقت مع بعض عندهم نظام كامل يعني فيه زي ما قال دكتور هاني عندهم الأجندة البرلمانية بتاعتهم دايماً واضحة دايماً منصقة فيه تنظيم أوراق العمل بتخرج بشكل متكامل وبشكل جماعي بتخرج بالزبط في الموعيب بتاعتها حتى فيه طلبات الأحاطة اللي بتقدم بتلاقيهم منصقين مع بعض مسألة وجود اللوبيز أو اللوبيينج اللي بتعامل فكرة تأثيراً ده رخلق تكتلات علشان نقدر نمرر القانون ده أو نرفض القانون ده وده مهم أنك أنت تبقى أنت فهمه أنه في النهاية هي المسألة مش متعلقة بتمرير قانون والموافقة عليه بل وأيضاً رفض قانون أو انتقاده أو التعديل عليه أو نقد الحكومة أو تأييد بعض القرارات أو رفض قرارات أخرى وهكذا ده الجيد الحقيقة جداً واللي لفت للنظر جداً فيه أداء تحديد النواب التنسيقية أو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المجلسين نواب أو شيوخ اللفت للنظر بعيداً عن قبة البرلمان زي ما بيتقال أن طول الوقت فيه ورش عمل يعني لو أنت بتتابع كويس الصفحة بتاعتهم ولو أنت زي حالاتي شغلتك تبقى صحفي تلفزيوني أو مزيع سميها زي ما تسميها إلا كلمة إعلامية ما بحبهاش ولو أنت من الناس اللي مهتمة بالسياسة بشكل عام هتلاقي أنه هم طول الوقت عندهم ورش عمل مستمرة عندهم مخرجات طول الوقت يعني لا تعقد ورشة العمل أو المؤتمر أو الاجتماع لأجل التصوير إطلاقاً لأجل التباهي إطلاقاً هو دايماً فيه عندك مخرجات ونتائج وشديدة التنظيم ودي من الحاجات اللي بتخلينا كلنا الحقيقة بنحترم هذا الكيان لو صح التعبير أو بنحترم طريقة عمل التنسيقية جداً نتفق معهم في بعض الأفكار ونختلف معهم في أفكار أخرى لكن في النهاية عمل منسق جداً منظم جداً مرتب جداً مؤثر جداً فعال جداً